اشتركوا في القناة بصل مقطع الى شرائح ثلاث باقات سبانخ مفرومة خشنان كوب حموص حب ملاعقة طعام رمان ملح حسب الرغبة أربع ملاعق طعام زيت زيتون سرجلة بكر ممتاز طريقة التحضير للحشوة نسخن زيت زيتون سرجلة في طنجرة ونقلب فيه البصل حتى يذبل نضيف الحموص ونقلب لمدة ثلاث دقائق ثم نضيف السبانخ والملح مع التحريك الجيد ننقل الحشوة الى ويعاء ونضيف لها الرمان ونحرك للكبة نخلط في ويعاء البرغول مع الملح والكزبرة اليابسة والكمون الناعم ثم نفرم المزيج بالفرامة الكهربائية نفرم البطاطا ايضا بالفرامة الكهربائية ثم نعجن البطاطا مع البرغول حتى تمتزج تماما نأخذ قطعة من عجينة البطاطا بمقدار ملعق الطعام ونقوم بتشكيلها ككرة نقوم بغمس السبابة بالماء ثم وباستخدام السبابة نصنع حفرة صغيرة في وسطها ونعمق الحفرة بأصابعنا دون أن نسبب خروقا في محيط القطعة نسكب ملعقة صغيرة من الحشوة في حفرة الكرة ثم نقوم بغلقها بالضغط على جوانبها العليا تدريجيا حتى نختمها ونكرر العملية حتى تنتهي العجينة نسخن الزيت النباتي في مقلات ونقل فيه الكبة حتى تصبح بلون بني مقرمش لمزيدا من الوصفات